بعد ما تبعنا الأحداث اللي حصلت مبارح وكمان اللي حصلت فيه المحافظات دلوقتي هنشوف أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله واللي منها ستطلع دار الإفتة هلال شهر شوال كل سنة حضوكوا طيبين هتحدد أول أيام عيد الفطر المبارك وكمان فيه ثلاث مباريات قوية في الجولة السبعتاشر من الدوري المصري ومباريات حاسمة في الدوري الإنجليزي وكمان الدوري الإسباني بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة هتستطلع دار الإفتاء المصرية برئاسة الدكتور شوئي علام مفتي الجمهورية هلال شهر شوال لسنة 1443 هجرية مع تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك وإعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد المغرب بنص ساعة وأكدت دار الإفتاء المصرية إنها المسؤولة عن إعلان نتيجة رؤية الهلال وحذرت على صفحتها الرسمية على فيسبوك وقالت لا تلتفت إلى الأخبار التي تنشر قبل موعد الرؤية ودائماً استقوا المعلومات من مصادرها النهاردة هيكون معدنا مع مباريات من العيار الثقيل في إطار الجولة 17 من منافسات بطولة الدور المصر الممتاز فريق سيراميكا كيلو باترا هيواجه فريق النادي الأهلي والاتحاد السكندري هيواجه غزل المحلة والإسماعيلي قدام طلائع الجيش والثلاث مباريات هيتلعبوا في معاد واحد الساعة تسعة ونص بالليل لعشاء الدور الإنجليزي هيكون معادهم النهاردة مع مجموعة من المباريات اللي هتتلعب في إطار الجولة 35 من عمر المسابقة هيواجه فريق لافر بول فريق نيو كاسل يونيتد الساعة واحدة ونص الدهر وكمان هتتلعب أربع مباريات الساعة أربع العصر هيواجه فريق واتفورد فريق بيرندي وساوث هامتون قدام كريستيل بالاس وأستون فيلا مع نوريتش وولفر هامتون مع برايتن وفي آخر اليوم هيواجه فريق منشستر سيتي فريق ليتز يونيتد الساعة 6 ونص بالليل النهاردة في الدوري الإسباني هيكون معادنا مع مجموعة من المباريات الحماسية فريق ألافس هيواجه فريق في ريال الساعة 2 الظهر وريال مدريد مع إسبانيول الساعة 4 وربع العصر وفالينسيا مع ليفانتي الساعة 6 ونص وقتلتك بلباو مع قتلتك مدريد الساعة 9 بالليل